العمل دلوقتي أنه قام بربط معادات السامية الموجهة ضد اليهود في دولة إسرائيل لمعادات السامية حتى بما في الولايات المتحدة الأمريكية ووضع الولايات المتحدة وإسرائيل في خندق واحد وقال أن الكراهية الآن الظاهرة لإسرائيل والولايات المتحدة مشتركة من أعداء السلام ومناصر الإرهاب اللي عملوا أنه النواب اللي ما حضروش النهاردة والكونجرسمان هما ما حضروش لأنه سمعت الولايات المتحدة أديرت بسبب هذه الألاقة مع نتنياهو فهو بيحاول دلوقتي يعمل رد عكسي في استراتيجية الخطاب أنه يقول أنه لأ ده هو في مؤمرة ضد إسرائيل والولايات المتحدة معا وأنه اللي بيحربونا دول بيحربونا عشان إحنا بنواجه الإرهاب فجزء من اللي مش جايين الخطاب بتاعي المهاردة هما مجوش عشان بيدفقوا وطنيا عن صمعة بلادهم أنه كيف تؤيد الولايات المتحدة تأييد غير مشروط لعملية إبادة جماعية تلحق بصمعة الديمقراطية خلي بالك الحزب الديمقراطي بالذات في مجموعة من الطيارات أو النواب الذين يمثلون يسار الوسط واليسار دول أصحاب مواقف ثورية أو لبرالية موجودة يؤمنون بحقوق الإنسان بالمواقف الإنسانية الحزب الديمقراطي تول عمره موقف أو حزب الأقليات المدافع عن الحريات وحقوق الإنسان فمن يسمى بالديمقراطي الأصيل أو المحافظ أو المتشدد يرفض أن تكون السياسة الخارجية من الولايات المتحدة الداعمة لنظام مستبد أو نظام قتلة فما قام به نتنياهو هو الإساءة لسمعة هذه العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وبالتالي أساءة لموقف الإدارة الأمريكية اللي بالصدفة هي إدارة ديمقراطية يعني كأنهم ضمنا بيقولون أنت غير مرغوب فيك لأنك لقيت بس القيامنا وفي موقفين في يهود أمريكان احتلوا مبارح الكونغرس بتصريح دخلوا جوا القاعة وقالوا ليس باسمنا أن يتم الجرائب ده موقف الموقف الثاني إهود باراك رئيس وزراء إسرائيل الجنرال أحد أبطال إسرائيل الكبار بطل عملية عن تيبي زابط الاستخبارات العسكرية زابط القوات الخاصة الموجود قال أنه بالنص التاني أنه نتنياهو عزل إسرائيل عن العالم وأساءل سمعتها الدولية وأزمت نتنياهو أنه في ثلاثة من كل أربعة من المواطنين الإسرائيليين لا يريدونه مستمرا كمنصب رئيس الوزارة وأن هذا أسوأ رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل ده كلام إهود باراك ودي كانت مظاهرات اليهود الأمريكان بالأمس نيجي النقطة مهمة جدا ليجب أن نتوقف أمامه وهو كلامه ودلوقتي في الخطاب بيقولك أن المحكمة الجنائية الدولية ظالمة لأنها ادعت كذبا على إسرائيل أنها جوعت الشعب الفلسطين كذبا كذبا وقال أن إسرائيل قدت أو سمحت بأربعين ألف شاحنة أربعين ألف شاحنة لدخول إلى الغزة إلى غزة وأن ده بيدي عدد سعرات كافي جدا يعني هو قرر أنه هو حيدي الفلسطينيين عدد السعرات اللي هم بس محتاجينها وقال أنه نقص هذه الأطعامة أو عدم موجودها لا يرجع لأن إسرائيل أسارت ولكن لأن حماس كما يدعي سرقتها لنفسها واستولت عليها وأنه الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لم يقصر في أي نوع من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطين نيجي بقى النقطة تانية قال هو سعادته أنه إسرائيل أنه المحكمة الجنائية ادعت على إسرائيل كذبا أنها تستهدف المدنيين ده حول لقاتل والناس بيسقفوا في الكونغر يبني المسدقين طب والأربعين ألف شهيد والمئة وعشرين ألف جريح والعشرين ألف مفقود والثمانين في المئة من البنيان العمراني يعني كم عدد المقاتلين اللي أنت ممكن تحسبهم إرهابين من وجهة نظره مقابل عدد المدنيين اللي قتلوا أو استشهدوا فهو حسب صحفي إسرائيلية قالت لي إنه يجذب مثلما يتنفس ولو قال لك صباح الخير قال لك جود مورنينج اوعى تصدقه هكذا عاش بيبي نتانياهو حياته السياسية يناور يؤجل يماطل يجذب الله سيد عماد هو حضرتك قلت كذا نقطة مهمة بما فيهم إنه الناس اللي قعدة دي كلها في الأخر محتاجاة لأنه هو بيمثل إسرائيل اللي هي بتمثل الإيباك اللي هي بتمثل الجناح القوي داخل الآن بس أنا آسف قطعك و دولتي بتكلم عن إيران فنرجع لا معلش يا جماعة ممكن نجيب تاني إيران بقى بيقول إيه عن إيران نجيب نتانياهو تاني بعد إذنكم ترى إيران كاللوية المتحدة كعدوها الأكبر خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بالحرب في غزة كان هناك اكتشاف إذن سمعنا من حزب الله هذه ليست حرب مع إسرائيل فإسرائيل كما قال هي مجرد أداة في أن الحرب الرئيسية والحقيقية هي مع الولايات المتحدة نظام إيران لطالما كان يحارب الولايات المتحدة منذ البداية في 1979 كموا باختراك السفر الأمريكية وأيضا اختطفوا الأسرى الأمريكيين إذن استهدفوا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في بيروت قاموا بقتل أيضا الجنود وفي أفريقيا قتلوا المدنيين في الولايات المتحدة نعم في الولايات المتحدة أيضا قاموا بإرسال مجموعات القتل وذلك ليقتلوا وزير خارجي صابق كيف سلت إيران؟ أيها إيران هو دلوقتي شايف أن هي تهديد للحضارة الغربية وأن ما تقوم بإيران ووكلاءها في المنطقة هو ليس حربا ضد إسرائيل ولكن حربا ضد الولايات المتحدة ضد الحضارة وحاول أن يستشهد بما قيل من بعض قيادات حزب الله أن الحرب ليست ضد إسرائيل ولكن هي حرب ما بين الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وحرب يجب أن نناصر فيها إيران في هذا الموضوع طبعا استعادة لذاكرة الأمريكان وهو بيسخنهم دلوقتي ضد إيران وضد حزب الله أن حزب الله في 79 قام بعمليات حينما كان في بداية التكوين في عملية تدمير السفارة الأمريكية وخطف الثورة الإيرانية في طهران ثم بعد ذلك ما حدث في بيروت في تدمير وعد 82 واختطاف بعض الصحفيين والشخصيات الأمريكية فبيقول الآن وهو دلوقتي دلوقتي أنا سمع وبيقول لك أن الحوسي هو إيران وحزب الله هو إيران وحماس إيران كل هؤلاء هم إيران وإيران الشيطان وإحنا كدولة إسرائيل الحرب التي نقوم بها هي دفاعا ليس عن إسرائيل فقط ولكن عن الحضارة الغربية وتحديدا عن المصالح الأمريكية في المطال ودلوقتي بيقول نحن لا نحمي أنفسنا ولكن نحن نحمي وهنا الآن بيسقفوا له لأنه هو يعني وقف مثل الأسد صهيون كي يدافع عن المصالح الأمريكية والقيم الأمريكية والشعب الأمريكي